سين في الحديث أن سبعين ألفا من هذه الأمة سيدخلون الجنة فهل معنى هذا أنه ليدخل الجنة من هذه الأمة أحد غيرهم جيم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل لي انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يستركون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ومقصود الحديث بيان أن هناك فئة من هذه الأمة يدخلون الجنة من غير حساب لا أن عدد أهل الجنة من هذه الأمة سبعون ألفا فقط فهؤلاء السبعون ألفا المشار إليهم في الحديث هم في منزلة عالية من هذه الأمة لمزايا خاصة اختصوا بها ذكرت في الحديث فهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ولنا جميعا معشر المسلمين بشارات نبوية في هذا الحديث وغيره فأما هذا الحديث فإن له رواية عظيمة وزيادة كريمة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حفيات من حفيات ربي عز وجل وأما البشارة الثانية فهي أن عدد أهل الجنة من هذه الأمة هو ثلث العدد الإجمالي لأهل الجنة فيدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر ممن يدخلها من كل الأمم السابقة مجتمعين ففي الحديث أهل الجنة عشرون ومائة صف فمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم والله أعلم